عشان نعمل المربة لازم حنتطر نشيل القلب بتاع الجوافة عشان مش عايزين أكيد البذر معنا فحنقطع الفراولة من فوق ومن تحت مش حنقشرها لو حابين تقشروها قشروها بس يعني القشرة بتاعتها مش بالدايق وحنشيل القلب حنجوفه كيلو الجوافة عليهم كيلو سكر حتطلع مسكرة نص كيلو حتطلع مزبوطة ربع كيلو تطلع سكر خفيف فطبعا كل واحد حسب هو بيحب إيه وحسب زوءه في الأكل المنكهات اللي هنحطها هنحط عود إرفة هنحط ينسون نجمة هنرفع الجوافة على النار هنحط معاها السكر طبعا أنتوا حكونوا عملتوا خطوة اللي هي بتاع قبلها بيوم دي قبلنا يعني هحط المنكهات اللي أنا عايزاها عود الإرفة واحدة قرونفل واحدة ينسون نجمة معلقتين مية عشان بس أساعد إنه يبقى فيه سائل لإنه أنا ما أعتهاش في منزلة شميتها المربب بدأت تخش في التسوية بدأ يظهر على الوش شوية من الريم نقدر إن إحنا نرفعه كده أهو وبعد ما تبتدي تغلي كويس والريم يطلع وأشيله ممكن أبتدي أوطي عليها ونسيبها تاخد تسويتها مظبوط وآخر غلوة حديها عصرة اللمون بتبقى لطيفة جدا جدا زي ما أنتو هتشوفوها هنا كده أهو خلوني أفتح لكم البرتمان عشان تشوفوا شكلها كمان ودي إحنا عملناها كريمي يعني ضربناها بعد ما استويت تقدروا طبعا تخلوها قطع تخلوها نص دربة أو تخلوها مضروبة خالص وكريمي ده زوقك الشخصي ما فيهوش مشكلة خالص كل واحد حسب بيحب يأكلها إزاي